مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله سنعمل كاكة الكالسيوم. هي مليئة بالكالسيوم. هي مناسبة لكيتو ضايت ولو مرضى السكر بدون اي نوع دقيق بدون زيوت. سهلة وسريعة جدا. يا بعدواس. كوب ونصف سمسم. ني يكون. ماتين وخمسة وعشرين جرام. نطحن كل الكمية. مثل هيك لازم يكون. نضحها بمحضرة الطعام. بيد حجم كبير عدد اربعة. معلقة صغيرة بكربونات الصودا او صودا الخبز اسمها. بديل السكر او التحلي الكمية والنوع حسب نظامكم الغذائي. ماء دافئ نصف كوب مية وعشرة جرام. بشر ليمونة. بعد ما نبشرها منعصرها. منعصر الليمونة منضحها مع الخليط. معلقة طبيرة ككاو خام او اكثر او بدون حسب الزوق. اذا كان بدون ككاو خام يجب تقليل الماء الى سلس كوب بدل نصف. يعني تمانين جرام بدل مية وعشرة جرام. خلط المكونات قليل حتى تنسجم. ممكن عدم استخدام محضرة الطعام. يعني نعملها مضرب بيدوي نعملها. ممكن نستغنى عن محضرة الطعام. سأوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الالتقاط صورة للمكونات. متل هيك لازم تكون يعني. ممكن استخدام اي وعا يدخل الفرن. يعني يكون مناسب للفرن تحمل حرارة. اي وعا ممكن نستخدم زجاج سيليكون اي شي. انا هستخدم هذا حد هنوح قليل من الدهون على القالب انا وضعت زيت زتون. انتم حسب زوجكم اوضعه. نشغل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل. مية وسبعين درجة ماوية. نوضحها بالرف الاوسط لمدة تلاتين دقيقة. هذه هي المكونات. بنفحص الكعكة باستخدام عود الاسنان. بعد تلاتين دقيقة فحصها بعود الاسنان. هيك مية بالمية. بنطفئ النار. بنفتح باب الفرن و بنخلي الكيكة تبرد في داخل الفرن. بنخليها تبرد. هيك بعد ما بردت في داخل الفرن. السعرات الحرارية لكل الكيكة الف استمية وخمسين سعرات حرارية. ملاحظة. يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة. تناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي. لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص. شايفين كيف شكلها كتير هي روعة. انا لست طبيب مختص قد ارتكب خطأ. يجب فحص المكونات لمعرفة اذا كانت تناسب حالتكم الصحية. هي كتير روعة. اتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لانه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك اتمنى انو اشتركوا بالقناة اليوتيوب اسم القناة شايف ناعل. من شان نصلكم كل جديد. في امان الله.